وفق معطيات لسلطات الصحية المحلية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 130 حالة إدارة شؤون الصحة في برلين أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بالعاصمة الألمانية لتصبح بذلك الولاية العاشرة من ضمن 16 ولاية ألمانية تسجل حالات إصابة بالفيروس وزير الداخلية الألماني من جهته قال بأنه لا يتوقع نهاية سريعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ولم يستبعد إغلاق مناطق أو مدن بأكملها لمواجهة انتشار العدوى أما وزير الصحة الألماني فقد أجرى مشاورات النهاية الأسبوع الماضي مع خبراء شؤون الصحة من كافة الكتل الحزبية بالبرلمان الألماني بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا